أظهرت لقطات مصورة من لوحة موراء الحائط وهي آخر أعمال الفنان الفرنسي سايبي والتي تظهر فيها أياد المتشابكة على عشب حديقة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس وتحمل هذه اللوحة دوافع إنسانية بحتة في سابي يسعى لمؤازلة المهاجرين مستخدماً طلاءً عضوياً لتلوين عشب حديقة سام دومارس بمساحة 15 ألف متر مربع وبطول 600 متر وسيعمد سايبي على رسم اللوحة ذاتها في عشرين مدينة أخرى كجينيف وبرلين ولندن ونيورك وكراستشيرج